شابتر ثلاثة التركيب الإلكتروني للعناصر المحاضرة الثالثة الجزء الأول من المودرن سيوري النظرية الحديثة عندنا عالم مشهور اسمه بور حط مودل للزرة حط نموذج للزرة هي بتتكون من إيط والإلكترونات بتتحرك إزاي اسمه نموذج زرة بور اللي قال فيه أن الإلكترون أوف هايدروجين أتم الإلكترون الموجود في زرة الهايدروجين وهي أبسط زرة ما فيهاش غير إلكترون واحد بس الإلكترون ده بيتحرك بيتحرك حركة دائرية الباص بتاعه أو الطريق بتاع الحركة الدائرية دي اسمها أوربت مدار كل مدار من دول ليه نص قطر معين بنحسبه إزاي نص القطر دوت R اللي هو نص القطر بيساوي N تربيع يعني رقم المدار بنضربه في نفسه مضروب فيه نص أنجسترون دوت كده بنقدر نحسب منه الريدياس نص القطر بتاع المدار H أوربت هاز اللاود Energy State كل مدار من دول عنده كمية من الطاقة بتتحسب إزاي كمية الطاقة دي بنقول N E of N يعني طاقة المدار رقم N سواء كان واحد أو اتنين بتساوي ناقص R H اللي هو سابت اسمه ريتبرج كونستانت وبيساوي اتنين و18 من مية في عشرة والصناقص 18 جول مضروب فيه واحد على N تربيع حيث N دي رقم المدار Lost Energy لما بيكون N بيساوي واحد رقم المدار بيساوي واحد يبقى الالكترون موجود في ال Ground State لما الالكترون ده بيمتص طاقة وبيطلع إلى مدارات أعلى أعلى يعني N بتبقى أكبر من واحد وفي الحالة دي بنسميها Excited State الحالة المثارة طيب نشوف هنا احنا لو عندنا إلكترون موجود في Ground State وجينا صلطنا عليه H ميو صلطنا عليه Energy معينة كمية من الإنرجي الإلكترون دوت هيمتص الإنرجي دي وممكن يتصاعد إلى مدار أعلى بنسميه Allowed Energy State ممكن يفضل في المدار الأعلى ده وممكن يرجع ينزل تاني وفي الحالة دي هيخسر كمية الإنرجي اللي إمتصها طيب فرق الإنرجي الإي واحد من الإي تنين دوت بيساوي H ميو طيب ده النموذج بتاع زر بور قادي النواة وقادي المدار الأول وقادي المدار التاني وقادي المدار التالت الراجل حسب نص القطر بتاع كل مدار من القانون اللي قلناه R بتساوي نص أنجستروم R بتساوي 2 1 من 10 أنجستروم R بتساوي 4 7 من 10 أنجستروم و لو في إلكترون موجود هنا يعني في أخد كمية من الطاقة ممكن يحصل له ويطلع إلى مدارات أعلى بالمنظر ده وفي الحالة دي بتبقى دي يعني راجل امتص طاقة وتصاعد إلى مدارات أعلى ولو رجع إلى مداره الأصلي بتبقى يعني الإلكترون بيفقد الطاقة بتاعته اللي اكتسب اللوت Orbit Defined by the Principle Quantum Number الأوربت أو المدار اللي الإلكترون هيتحرك له هي معرفة أو محددة بالQuantum Number الرئيسي اللي هو N وN Integral Number رقم صحيح بيسقوي أو بيتغير من صفر إلى ما لا نهاية لو الإلكترون موجود في رقم واحد ده معناه N الأتم دي أو الإلكترون ده ستيبل سابت لو في المالة نهاية ده معناه أن الإلكترون ساب الزرة خالص وحصل تأيون تأيون تأيون